اشتركوا في القناة 19 مايو الجاري على استاذ القاهرة الدولي في اياب نهاية الكمفدرالية الافريقية كريم حسن شحاتة مسؤول نادي برمدز نجح في التواصل لاتفاق مع رمضان صبحي بشأن تجديد تعاقده مع الفريق لمدة ثلاث سنوات مقبلة بالاضافة للسنة المتبقية في عقده امير عزمي مجاهد لا يعجبني النغمة التي تتردد بان مباراة العودة امام نهضة بركان سهلة لا اللقاء صعب للغاية وتابع الجزء الاكبر على اللاعبين لا بد ان يغلوا في الملعب من اول دقيقة بالمباراة الروحة عليها عامل مهم جدا وكبير وكانت من اسباب التتويج بلقب 2019 واشار نسخة 2019 لنهضة بركان كانت قوية جدا لكن اسلوب الله متشابه في وقت ممكن الفريق ليس هو الافضل لكن ممكن تلم نفسها او تخطف هدف هو فريق وصل للنهائي ومميزين في الكمفدرالية ومتمرس بالبطولة ووصلوا اربع نهائيات وليس صدفة وارضف انت عندك فرصة تكسب ولكن يجب تحرز اكثر من هدف وبدون استعجال مع الاهتمام بالنواحي الدفاعية لان عندنا مشكلة في التحولات الهجومية علينا اول لما بنخسر الكرة ولابد من التركيز 90 دقيقة واختتم نهضة بركان ليس لديهم فلسفة الخسارة وهيأمنوا الدفاع ويلعبوا على المرتدات وكنت اتمنى منح محمود علاء فرصة نظرا لخبراته الكبيرة التي يمتلكها اللاعب محمد ابو العنى مصطفى الشلبي والزناري بنسبة كبيرة خارج مباراة الزمالك امام نهضة بركان ميدو شخصيا ارفض الحديث مع اي صحفي يكون غير مصور او مسجل يجب منح الصحفيين حقهم ولكن يجب ان تكون جميع الامور موثقة واردف في اوروبا الصحفي يرسل خطابا الى المسئول الاعلامي للنادي او المنتخب يطلو فيه ان يجري حوارا مع مسئول معين والمسئول الاعلامي يبلغ المسئول بذلك واشار يتم تسجيل وتصوير هذا الحوار في حضور المسئول الاعلامي الذي يبلغ الصحفي بان هناك امور لا يمكن التحدث فيها وشدد بعد اجراء الحوار على الصحفي ان يرسل صورة منه الى النادي قبل النشر ولقد سبق لي ان قمت بتغيير عنوان حوار تم اجراءه معي وتابع ما حدث بالامس لن اقول انه اول مصمر في نعش حسام حسن مع المنتخب بل هو الاخي الاخير حسام حسن سيحتاج لامور كثيرة من اجل تصحيح ما حدث واختتم هناك مسئولون يريدون وضع حسام وابراهيم حسن على المسرح هو طوق النجاة بالنسبة لهم وائل اباني الزمالك دخل المباراة الاولى في الديئة 25 والحمد لله الفريق عاد في اول الشوط التاني لان نهضة بركان كان نازل مش مركز واضف لدينا اخطاء دفاعية المباراة صعبة جدا والكرات الثابتة عند الفريق المغربي قوية ان شاء الله الزمالك قادر على تحقيق البطولة بشرط التركيز الشديد وعدم الاستعجال ومعالجة الاخطاء ونهضة بركان مميز في التحول من الدفاع للهجوم وانت محتاج هدف واحد فيجب التركيز وعدم التصرع انت ممكن تضغط عليهم بدون الاستعجال لان التعجل سيسبب اخطاء وتابع نهضة بركان مذاكر الزمالك بشكل جيد بالمباراة الاولى واتمنى الجمز يتدارك الاخطاء في لقاء الاياب ويجب التمركز الصحيح من الدفاع وعدم ارتكاب اخطاء امام منطقة الجزاء لانهم مميزين بالكرات الثابتة وشدد عواد حارس جيد ولكن لديه ازمة في الكرات العالية بسبب قصر قامته فلابد ان يكون هناك لاعبين طوال القامة نحن لا نلعب امام اصنام لكن فريق قوي ومعه مدير فني جيد فيجب ان يكون هناك حركة سريعة ونقل الكرة من لمسة واحدة وليس لدينا خيارات كثيرة بسبب الاصابات وكنت اتمنى تواجد شلبي التشكيل الانسب للزمالك هو عواد عمر جابر حسام عبد المجيد المسلوسي وفتوح شحاتة دونجا احمد حمدي اوباما زيزو الجزيري توفي امس والد سيد عبدالله نمار لاعب الزمالك بعد صراع مع المرض وكتب سيد عبدالله نمار عبر حسابه على انستجرام ابويا في زمة الله احمد شبير الزمالك الاقرب للتتويج بالرغم من ان فيه ثلاثي من القوام الاساسي كان غايب عن نهضة بركان في المغرب وهيعود في مطش القاهرة ان الزمالك من وجهة نظري بطل يظل الاقرب لحصل لقب الكنفيدرالية واتم الفوز بهدف في مصر سيقود الزمالك للتتويج وسيف الجزيري هو من انقذ الزمالك وليد عبدالوهاب رئيس هيئة استاذ القاهرة الدولي سعاداء للغاية بالحضور الجماهيري لكن تحديد الاعداد الجماهيرية يوضع لامور اخرى والمسموح بالحضور في لقاء الزمالك ونهضة بركان اتنين وخمسين الف وتلتمية مشجع واضاف سعة الاستاذ الرئيسية اتنين وسبعين الف كرسي لكن وفقا للجهات الامنية تم تحديد السعة باثنين وخمسين الف وتلتمية مشجع وتم تحديد خلال تحديدها خلال الاجتماع الامني مؤخرا ووصل الملعب يظهر مليئا بسبب وجود الخدمات الامنية بالاضافة للقائمين على تنظيم المباراة واتمنى التتويج للاندية المصرية الزمالك والاهلي وان تكون المبارتين في القاهرة عرص رياضي والجماهير بدأ اتحفظ استاذ القاهرة ويعلم المداخل والمخارج والجميع يعرف مداخل الملعب وتم تلافي اي مشاكل في التكدسات داخل المدرجات محمد بن عبدالله كحل المدير التنفيذي بنادي الخليج السعودي تأقلم محمد شريف خلال الفترة المقبلة سيكون افضل من الماضية خاصة وان بعض اللاعبين يعانون من البطء في التأقلم بالمصابقة واضف لا نفكر في رحيل محمد شريف عن الخليج السعودي وانا اهلاوي من اجله وقد يعود الى الاهل مرة اخرى وعن تواصل الزمالك مع محمد شريف للتفاوض معه من اجل ضمه في انتقالات الصيف اكد انه لم يحدث على الاطلاق مؤكدا انه لا يعلم اذا كان قد وصلته عروض اخرى من اندية مختلفة من عدمه هاني حتحود خلال اجتماع مسؤول الزمالك مع مسؤول الكاف للترتيب حول مباراة نهضة بركان حدث خلاف على نسبة الدعوات التي يريد الكاف الحصول عليها واضف الكاف كان يريد الحصول على نسبة 50% من الدعوات وبعد اعتراض الزمالك تم الاتفاق على حصول الكاف على 25% من الدعوات وتابع كان هناك خلاف حول المكان المخصص لجماهير نهضة بركان كان الاقتراح ان يتم تخصيص مدرجات الدرجة الاولى السفلية للجماهير المغربية مع ترك الدرجة الاولى العلوية كنوع من التأمين واوضح الزمالك اقترح ان يتم تخصيص الدرجة الاولى العلوية لجماهير نهضة بركان ويكون متاح لجماهير الزمالك الحجز في الدرجة الاولى سفلي على اعتبار ان الخوف يكون من الاعلى على الاسفل وليس العكس احمد شبير في محاولات لتجهيز مصطفى شلبي لنهائي الكونفدرالية ووصل الجمز عاوز مصطفى شلبي وعمال يزن على الجهاز الفني علشان يجهزوه واضف جمز قال بالحرف الواحد ان وجود مصطفى شلبي مهم للفريق وتطرق الجهاز الفني اطمأن ان دونجا جاهز لمباراة نهضة بركان اللاعب هيشارك في الميران بعد يومين هاني حتحوت خلال الايام القليلة القادمة بحد اقصى يوم الخميس من المقرر ان يتم طرح جديد لبعض التذاكر القليلة الخاصة بمباراة الزمالك ونهضة بركان من قبل شركة تذكرتي حسب تصريحات بعض مسؤولي الزمالك هاني حتحوت البرتغالي جوزي جونز شن هجوما حدا على لاعبيه داخل غرفة خلع الملابس في اول ميران بعد الخسارة واضاف اكد جومز للاعبيه خلال الحوار الذي ضار بينهما داخل غرفة خلع الملابس على انه غاضب من الاداء ولم يتوقع ان يظهروا بهذا الشكل وتابع جومز قال لللاعبين عليكم ان تخجلوا لضياع الفوز امام نهضة بركان في لقاء الذهاب نهضة بركان قدم مستوى منتواضعا رغم فوزه بهدفين وتطرق جومز خلال الجلسة الى محمد عواد كنت انتظر دورا اكبر من محمد عواد امام نهضة بركان لكنه لم يفعل احمد شبير الكاف هو الجهة المسؤولة عن توزيع دعوات المباريات لانه بيتم دعوة بعض الاشخاص واكد الزمالك اعترض بشكل صادم صدم مسؤول الكاف بعد انفعل احمد سليمان وغادر الاجتماع ومسؤول الكاف تقبلوا الموضوع بعد حديث عبدالواحد السيد مدير الكورة واعتبروا انه ممثل الزمالك لانه مدير الكورة واضاف لكن مسؤول الكاف اتعصبه بشدة بعد تسريب اخبار بالله حصل وان البعض حاول يعمل بطولة وانه درعه سيفه العظيم والكاف هدد بالتحويل للانضباط وغرامة 500 الف دولار بعد تسريب الحديث من الزمالك خصوصا ان في اخبار نزلت مغلوطها النفسي الكل يعرف انه مفيش افضل من النظام والكاف تراجع بعد حديث عبدالواحد السيد وقال هناخد 40% فقط بس كده هدي كل اخبار اللي كانت معنا النهاردة عن ندي الزمالك اتمنى الفقر اكون خفيفة على قلبكم ادعموا لعب لايك الفيديو سبسكرايب لقناة متشاكلين جدا العذاب اكم لو عندكم اي ملحوظة اصيبوهن في التعليقات شكرا لكم جدا